ساسي سعيد طالب سنة خامسة هندسة ميكانيكية من ولاية بويرا التلوث البيئي الذي تشهده منطقته جعله يفكر في محرك بسيط لا يستهلك كميات كبيرة من البنزين ويقلل من نسبة التلوث فكانت النتيجة هذا اللي دي عنده بلاك واحد العام اللي جنيت خمام هذا شغل باش نعود نحضو متلوث ومفلس شو نستعملو الانرجي بلو كنصمابل الميلميزون الماكسيمون وهو محرك تناوب بما يرجاع الغازات المحترقة إلى نفسه تماما يعني اممتر روتاصيونال ابك ريديكسيون دي غاز بريليا الويمام كما كنت تشوف هنا يتكون من عناصر روتار يعني ستطور ومفلس سو موتور نوذ بشومانيتيك جست بوريون فيتاس انيسيال فور مانتونيرو ممارش پور لبرمي سيكل بعد كيدخول الغاز الدغاجي من النشابمون عاودي يفلتريهم دونزن ريزيروار الغاز اللي يطلعو ميلانج اير يعني يراسبو الغازات المؤكسيدة مثل سي او دو الاخر يعاود يرده منه لداخل ويعاود يمشي به المحرك يعمل بكمية قليلة من البنزين او غازات معينة حيث لا يتطلب تعبئته في كل مرة لانه ببساطة يستعمل نفس الكمية بعد ان يقوم بتنقيتها بعد استهلاكها لتعود مرة اخرى قابلة للاستعمال من جديد ما يكلفش بنزين يعني نسبة قليلة بزاف مااشي نعطوها شغول مكاش حاجة جي من العدم والله شغول هم ما نعطوه حاجة شغول باش دماري هم بليس شغول ميستهلكش مادة كبيرة بزاف اشاك فوير يسيكلي لقاز تاوع ويعاود يزيدي يمشي يمشي المشروع لا يكلف اكثر من سبعين الف دينار كما انه من شأنه ان يحقق مكاسب اقتصادية للبلاد ويقلل من تلوث البيئة الذي يعاني منه العالم باكماله اشتركوا في القناة